اه يا الاحرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة التاريخ لازق فينا ماشي ورانا مش سايبنا لفندي اللي قاعدناك اللي بيقولك التاريخ احنا مانا وماله طيب احنا يا عمي مانا ومال التاريخ ده التاريخ بيجينا لحد عندنا النهاردة معادنا مع قصة لطيفة عن باني السرايا الصفرة او مستشفى العباسية اهل مصر الطيبين والغير طيبين عارفين انه لما واحد يكون مختل نفسيا او عقليا وفيه فرق بين الاتنين بيتقال عنه ده عباسية خالص عباسية خالص نظرا لوجود مستشفى الامراض العقلية او مستشفى الصحة النفسية اي ان كانت اسميتها في ميدان العباسية او قصدي في ضحية العباسية هناك فيه مستشفى المجانين او مستشفى الامراض النفسية فالناس يقولوا على اللي مش مزبوط نفسيا او عقليا ده فلندا عباسية جدا السبب في التسمية دي يعود للتاريخ ليه باني السرايا الصفرة او مستشفى العباسية اللي بانيها بقى قصتنا مع اللي لادي واحنا واللهي واللهي ما كنا نقصد اطلاقا نتكلم عنه لكن قصتنا اللي لادي مع عباس الاول ابن توصن ابن محمد علي اللي هو ده اللي هو صورته دلوقتي قدام حضرتك ده عباس الاول ابن توصن ابن محمد علي ولان اصرة محمد علي اصرة كلها الحقيقة فيها اللي فيها ومكفيها فالراجل ده هو عباس ده حسب ما بيحكي نبار باشا في كتاب مذكرات نبار الراجل ده جده كان بيديله بالجزمة ما كانش ده اللوعة جده ولا حاجة خالص هو كان اكبر واحد في الاحفاد ويوم ما مات عم ابراهيم كان هو في مكة وبقالين جا من مكة بقى خاد الحكم بس العيلة دي كلها كان عندها حاجة غريبة قوي كانت عيلة شكاكة كلهم بما فيهم جده محمد علي يعني محمد علي كان عنده حاجة كده تصرف بيعمله حسب كلام نبار محمد علي يا حضرات لما كان يقدم له المملوك بتاعه كباية ميا اول تصرف لمحمد علي كان انه يبعد الكباية بيده يزق الكباية كده فالمملوك يقول له يتجطع دراعي ويتجطع رجلي لو المية دي مش نظيفة محمد علي ياخد الكباية واشربها محمد علي كان شكاك في اي حد لكنه كان بيحيط نفسه بكوكبة كده من الاوروبيين على بعض الناس اللي بتفهم لكن المعلم ده بتاعنا كان شكاك في كل خلق الله جده محمد علي كان بيحاول يأهله الحكم يعني لانه ابنه ابراهيم كان مريض لسنوات فعشان كده جده مسكه مناصب كتيرة فشل فيها كلها بسبب حبه وميله للتسلط كان عنده ميل للتسلط وسوء ادارة غريب وكان عنده حاجة كده هم بيقولوا عليها جنون عشان يكمل اللوج بتاع الزعيم الفاشل اللي وصل لكورسي حكم مصر بعد وفاة عم ابراهيم باشا الراجل تقدر تقول عليه كده نسخة أولى او نسخة قديمة من السيسي الميزة الوحيدة كانت فيه انه بيحب الخيول وانه له فضل كبير جدا عباس باشا الاول في ادخال سلالات خيول مهمة في مصر غير كده ملوش ميزة تانية كان زي السيسي يحب القصور ويبنيها في الصحراء كان زي السيسي بيكره العلم وينفي العلماء والمثقفين وعمل ده مع المصري العظيم باني النهضة المصرية الحديثة رفاعة رافع التهطاوي بعد ما كان مقرب من جده ومن عمه نفا كان له علاقة بالسيسي انه كان من كتر تخوفه انتشرت في عهده الجواسيس وكان الامن القومي بقى زرنبيح الراجل ده عباس حلمي النسخة القديمة من السيسي مات بعد خمس سنين اتقتل بعد ما حكم مصر بالنار والحديد والفشل والخيبة والأصور والديون وزاد نفوذ الاجانب في مصر وخاصة الانجليز في عهده وتحكمه في قرارات مصر وفي مصر كلها وتعرب زي ما قلتلك بانه راجل بيشك في ضوافر ايديه بيشك في اقرب اصدقائه وكان مكروه من العيلة كلها ومن ضمن اللي عمله انه راح بنى اصول في الصحار بنى اصر السراية الصفرة في صحراء الريدانية اللي يلعب بسيه دلوقتي اصر ضخم لما شافه ديلي سيبسم باهر بي وقال عنه في مذكراته انه قصر ضخم به الف شرفة يقبع في الصحراء ولونه اصفر ويطلق عليه الصراية الصفرة ده الحرامي ديلي سيبسم ما هو ديلي سيبسم ده حرامي برضه ده حرامي ونصاب كبير قوي قوي وقادي صورة الصراية الصفرة اللي هي اصر عباس باشا الاول اهي كان بيقول ان فيها الف شرف هو اللي بيقول هو اللي قال احنا ماننا ديلي سيبسم اللي قاله ديلي سيبسم كان نصاب المهم ان عباس من كتر ظلمه وغلزته وقسوته معقرب الناس ليه يقال ان عمته هو كان يحب الغلمان اه برضه خلل يعني عمته زرعتله غلام امرض جميل كده ما عمش منين بس يعني هم بيقولوا كده ورمته في الاسواق عشان يوصل لعباس وقيل ان الغلام ده عباس انبهر به جدا وكان الناس دي دايما تنام حتى برايين باشا كان كده ينام جنبه حراسة هو نايم في حراسة جنبه الا انه حراسة القصر فجئت ذات صباح وهم بيفتحوا الباب ان عباس الاول مات مقتول قيل ان عمته هي اللي حردت عليه واغرت الغلمان دول بقتله بعد ما نص العيلة الملكة ثابت مصر بسبب عباس طب انا بقى ايه اللي فكرني بالقصة دي ايه اللي فكرك بالرجل دا دلوقتي اللي فكرنا بيه صورة منتشرة لعباس الاول مع السيسي في محطة بشتيل الجديدة اه والله واللي الكرديات حطوها لان عباس الاول هو من اول من بنى خط السكة الحديد بتاع القارة سكندرية تقريبا في مصر فالجهلة حبوا يجاملوا الزعيم فلبسوه الحيط اهو الصورة المنتشرة مبرم عام 1851 بين عباس باشا وروبرت ستيفن صورة عقد انشاء اول خط سكة الحديد اتفضل يا بيه اتفضل يا بيه اتفضل في الصالون ده العقدة هو بن عباس السموم وعباس باشا الحاكم العام للقطر المصري والاخ ده نيابة عن جناب ستيفنس بشأن انشاء خط حديدي بين القاهرة والاسكندرية 13 او 12 يوليو سنة 1851 العقدة هو يا ريس عشان كده الكوروديات حطوا صورة عباس جنب السيسي وقاعدين على كرسي واحد وتحس ان هم اهو يا عام حد جاب حاجة من عنده قادي الصورة هي صورة وهم ايه قاعدين تخطب ولا ايه قروا فتحة خلاص قروا الفتحة بيقولك قروا الفتحة ايه قاعدة الفتحة دي مش ادي محطة خطرات الصعيد وتصدرتها صورة الحقيقة غاية في الكآبة بين عباس الاول وعباس الاول الطريف ان محمد علي ومش ابنه بقى محمد علي وصدر الاعظم رشيد باشا للامبراطورية التركية كانوا رفضين تماما فكرة القناة وفكرة السك الحديد الصدر الاعظم كان رفض فكرة السك الحديد لانها ممكن تعمل مشاكل لمصر محمد علي كان رفض فكرة القناة تماما لانها كان يعلم ان الانجليز ليهم عين في مصر وكانوا شايفين ان دي هيتخلي مصر مغرية للاحتلال الانجليزي وده اللي حصل فعلا اذا كانت السك الحديد فتحت شاهية الاحتلال لمصر بتاع الانجليز فالسيسي بقى فتح مصر الاحتلال من قبل السك الحديد برضو بالديون والبيع والرعب وراس الحكمة وده مش الشبه الوحيد بين عباس الاول والسيسي ده فيه تشبه كبير بينهم وقلبي لا تحزن عباس الاول كان قاسيا فيه غلزة على الشعب كان مهوس ببناء القصور الضخمة في الصحاري كان ضعيف في الادارة خالي من اي مميزات في الحكم كان سيء الظن بمن حوله يتخلص من المقربين منه انتشرت في عهده الجسوسية وانتهك امن البلاد كان يكره التعليم والغى البعثات التعليمية العلمية بتاعتها جده رجعها كلها كان يكره العلماء والمتخصصين ولا يعتد برأيه اغلق المصانع التي انشأها محمد علي كان لديه هوس بانشاء الطرق والسك الحديد زاد النفوذ الاجنبي في عهده خاصة البريطاني لانه هو قال لهم انا ميش دعب الخواجات خليهم يتخنقوا ببعض كان مهتبا بالجيش وفتح باب التطوع للخدمة العسكرية انشأ مدرسة المفروزة العسكرية واندب طلاب منها للتعلم بالخارج حارب السقافة والمفكرين واغلق مدرسة الالسن واوقف حركة الترجمة اتعد السياسيين والمفكرين ونفى رفاق الطعطوي خارج البلاد كان مكروها من الشعب ومن قصرته واغتيل في قصر ببنها سنة 1854 الجهلة اللي مقاروش تاريخ من غير ما او بيعملوا في حاجة من غير ما يحسبوها بيأكدوا ان السيسي مجنون على فكرة في حاجة تانية في تشابه تاني في مذاكرات نبار هتلاقي سطر كده بيقول بالنص كده ان عباسي الاول كان من ضمن عيوبه انه كان لا يستطيع التراجع في الوقت المناسب في ارتكاب جريمة كان لما يركبوا العفريت لا يتراجع في ارتكاب جرائم هتلاقوها كلمة نبار كده في مذاكرات نبار مستبد فاشل السيسي وعباس بالضغط زي السيسي لكن السيسي عباس الاول كان بيحب الخيل قوي وعلى فكرة دي مستوم انه ادخل سلالات خيل نادرة وبيفضل عباس الاول مصر بقى عندها سلالة خيل عظيمة السيسي حاب بيتمسح زمان لو انت فاكر بيأكل الخيل ولا يفهم في الخيل اخره يفهم في البهايل اهو طب عباس حلم الاول ممكن يقول السيف والليل والخيل والبيداء وتعارفهم لان الراجل كان بيستعظم الخيل انما التاني بيتمسح وعمل فيها احمد مظهر في ردة قلبي على فكرة المقارنات دي مش احنا بس اللي عملناها عملوها كل نشطاء السوشيال السيسي بيحب القصور ويحب يبنيها في الصحراء ويصرف دم قلب البلد عليها زي عباس حلمي الاول في الراجل ده ده خطير طيب قصور رأسية اعمل ايه انا عامل قصور رأسية وحاعمل هي ليه انا بعمل دولة جديدة الاستاذ ياسر الششتوي الباحث المستقل واستاذ مساعد في كليد الدراسات العليا للهندسة المعمرية اتكلم عن العاصمة الصحراء التي افقرت المصريين واغنت السيسي وقالت الجيش فكتب الكلام العاصمة الادارية الجديدة في مصر هي خيالات صحراوية اخرى لطالما استخدمت الانظمة الاستبدادية التي تبحث عن الشرعية المشاريع العملاقة لترسيخ سلطتها وتأكيد سيطرتها على سكانها وتعد مصر واحدة من هذه الانظمة كان النظام العسكري للسيسي الذي يتولى السلطة منذ انقلابه عام 13 منشغلا ببناء العديد من المشاريع العملاقة الباهظة الخيالات مثل اضافة ممر اخر الى قناة السويس وبناء قصور رأسية فخمة والاهم من ذلك كله بناء عاصمة جديدة في الضواحي الصحراوية للقاهرة المدينة التي يطلق عليها حاليا اسم العاصمة الادارية الجديدة سيتم توصلها بالقاهرة بواسطة سكة حديد احادية عالية السرعة وعلى خلفية موجة البناء هذه التي تحركها الديون هناك برامج ضخمة لتطهير الاحياء الفقيرة تعتمد على اعادة توطين واكتساس المصريين المهمشين في كثير من الاحيان لقد زرت بنفسي العديد من هذه الخيالات في مصر ومن الواضح بالفعل ان العاصمة الادارية الجديدة ليست سوى حلم صحراوي اخر والذي وصفه الاقتصادي اللي بعد يا بيه والمخطط المعماري العمراني المقيم في القاهرة ديفيد سيميز في كتابه احلام الصحراء في مصر تنمية ام كارثة بانها او بانه خيال مكلف للتنمية العمرانية والتوسع في الصحراء ومثل الاحلام او مثل الاحلام الصحراء الاخرى التي سبقتها استنزفت العاصمة الادرية الجديدة لاقتصاد المصري لكنها اثرت الحسابات البنكية لقارة الجيش واعوانهم الذين يمتلكون الارض ويطورونها بينما تنحدر الطبق الوسطى في مصر الى الفقر تتسق عاصمة السيس الجديدة مع اعمال حكام المستبدين المصريين المتعاقبين الذين سعوا جميعا الى احتلال الصحراء لكنه ايضا هروب لنظامه من شعبه مثل المنطقة الخضراء التي سيطر عليها الجيش حيث سيتم احادث الوزرات الحكومية بالاسوار وعلى بعد اميال من اي محتجين محتملين ذكرت او ذكرت ميشيل دين ان الفراغ الذي يتردد صداف ارجاء المدينة يرمز الى انه ليس لمعظم المصريين مكان في رؤية السيسي ترجمة نانسي قنقر